نروح للمجموعة اللي بعدها كابتن واق الجمع كابتن عماد النحاس كابتن احمد السيد اكتر مدافع كنت بتحب تلعب جنبه انتو بتختاروا اربعة السؤال ده صعب جدا انا او التلاتة ما انا كنت الرابع بتاعهم كنا بنلعب مع بعض فالحاجات دي بيبقى فيها بس ايها خلاص يعني اختار بس الاربعة لعيبة كبار جدا او التلاتة لعيبة كبار جدا التلاتة حقوا بطولات كتير التلاتة نجوم التلاتة لعيبة على اعلى مستوى لكن هختار هختار واق الجمعة لعبنا جنب بعض كتير جا فترات كتير اوي كنا متفاهمين احمد النحاس لما جنة كان اضافة كبيرة جدا لعب كبير احمد السيد كان لعيب راجل بمعنى الكلمة لكن واقل بحكم اللي احنا لعبنا اكتر شوية كنت حيطة سد اصد اي كنا مكملين لبعض كنا واقل القوة الكرات العالية السرعة كانت موجودة عندي بشكل كبير جدا احمد النحاس يطلع الكرة الهادية فكنا منسجمين منسجمين فحقول واقل عشان لعبنا مع بعض عدد سنين اكبر نقول مجموعة اللي بعدها اتفضل فلافيو متعب كابتن براكات او كابتن فلافيو كابتن متعب كابتن براكات اللي حط السؤال ده لازم يتعاكم ليه؟ هاختار مين هاختار التلاتة التلاتة جمدين جدا كنت طيب بتتطمي لما بتشوف مين في الملعب شوف احنا انت تسرعت احنا السؤال ما كانش صعب لا صعب التلاتة جمدين جدا 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 متعب كان هداف كبير فلافيو واحد من افضل رسالة الحربة للمحترفين اللي جمع في تاريخ مصر يمكن خليني برضو اجاوب بحكم اللي احنا قريبين جدا من السن مع بعض عادنا مع بعض اكتر كنا متفهمين كاصدقاء برا الكورة حتى وكمان لعب كبير لعب كبير قوي محمد بركات لعب كبير قوي 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 محمد بركات يتبنى عليه فرق محمد بركات من اللعبة النادرة اللي تنقل من من الحالة الدفاعية للهجوم بسرعاته والباص السليم فانا اختار محمد بركات عشان بحس اللي هو اعلاميا كان لازم يبقى في حتة تانية خالص محمد بركات حقيقة اتظلم في الوقت اللي هو بلعب فيه اعلامي بامانة يعني محمد بركات محترامي متحب صديق عزيز واخ وفلافيو بتطمن فجود كابتن محمد بركات اه طبعا بتطمن ليه وعنده ازاي شيل الدغوط من على اللعيبة دمه خفيف الناس كلها بتحترمه وبتحبه ليه صدقات مع كل الناس ما شفتوش ابدا بيعاد وكان زميل غرفة يعني فعدنا مع بعض اربع سنين في غرفة واحدة تفكر الحاجة دي تفرق يعني تفرق مفوض ان انت بتطمن حسب حرفانت اللعيب معاك لكن هل العلاقة الشخصية والصداقة والحضور ده بيفرق كمان وانت في الماتش؟ طبعا انت كلما بتبقى قريب من بعض بيحصل تفاهم يا كرة القدم اغير تفاهم للي جنبك انت ممكن تجيب حد مثلا جنبك مش بيفهمك بيحصل اخطاء داخل الماتش لكنه ما يبقى فيه تفاهم وانسجام ده الفريق بيستفاد منه لكن ذكرياتي جميلة جدا جدا مع كل الفريق لكن خصا محمد بركات ليه معزة في قلبي كبيرة قوي بتخرج من الكرة اكيد بالذكرياتها ما بتنساش منها حاجات وبيقليك اصدقاء لكن انا بالنسبالي محمد بركات صديق بحترمه ونفسي في اتحاد الكرة ينجح قوي قوي لانه هو شخصية جديرة بالاحترام طبعا اكيد ترجمة نانسي قنقر